وينضم إلينا الآن أحمد مراد أستاذ أحمد كيف ترى هذه الأحداث؟ تحياتي أبو سينا يعني على ما يبدو أن الأوضاع اليوم في فيينا ملتهبة كما شاهدنا قبل قليل مؤتمر لأبرز الشخصيات في الدولة النمساوية ابتداء من الرئيس النمساوي وصولا لأصغر المسؤولين وامتدادا لرؤساء الجالية اليهودية بكافة تشكيلاتها التي تحاول أن تثبت موقف أنها تستنكر ما يحصل اليوم في إسرائيل وفي نفس الوقت كما تشاهدين أبو سينا هذه المظاهرة التي منعتها الشرطة النمساوية اليوم بعد معلومات تقول بأنها لربما ستكون مهددة ما كما قال رئيس الشرطة النمساوية في فيينا ولكن في نفس الوقت رغم كل هذا المنع نشاهد الآن ما يقارب على أقل تقدير يوجد ما بين الألفين إلى سلاسة آلاف متظاهر يهتفون تأييدا لفلسطين ومع الأسف يوجد بعض الشعارات الأخرى التي تروج للكراهية كما تصفها السياسة النمساوية رغم قرار المنع الذي صدر اليوم لإلغاء هذه التظاهرة ما هو رأيك في هذا القرار؟ لماذا تخذ هذا القرار فجأة؟ دائما دائما بصينا عندما يكون هناك منع ما يواجه بالعند يعني كما نشاهد لربما كان يوجد مثلا نصف هؤلاء يريدون التظاهر اليوم ولكن مع هذا المنع نشاهد أنه يوجد على ما يبدو أضعاف المتظاهرين خاصة عندما نشرنا الأخبار التي تقول أن الشرطة النمساوية قامت بمنع هذه التظاهرة شاهدنا أن الجميع يقول نحن سنتظاهر اليوم دعما لفلسطين كيف تفسر حضور الكثير والألاف من المتظاهرين كما نرى الآن رغم هذا القرار؟ القضية الفلسطينية بوسينا قضية تمس جميع العرب جميع المسلمون وإضافة لشريحة كبيرة من المسلمون حول العالم فبالتالي تبقى هذه القضية هي محور ومحراك كل الشعوب في المنطقة وخاصة كما نرى يعني لا يوجد قضية في العالم تحرك الشعوب كما القضية الفلسطينية يعني هذه المظاهرات العارمة والمستمرة حتى في الثورة السورية لربما لم نراها بهذه الكثافة تشاهدين هذه الهتافات التي تصر على أننا نريد أن نثبت دعمنا لفلسطين لا يعني أن جميع المتظاهرون اليوم هم مؤيدون للمقاومة أو لحماس أو لهذه الحركات التي قامت بهذه الهجوم على إسرائيل ولكن الجميع يقول على ما يبدو كما شاهدنا في العديد من الشعارات لا للقتل لا للعنف لا لممارسة التصرفات الأحادية الجانب كما شاهدت أيضا يا بوسينا في الأيام اليومين الماضيين التي قمنا بنشر العديد من الأخبار على إنفوغرات عندما بدأت النمسا من يوم السبت برفع العالم الإسرائيلي على مبنى المستشارية ووزارة الخارجية النمساوية وصولا لبس أو لعرض العالم الإسرائيلي على البرلمان النمساوي تصاعد التطورات لحظة بلحظة فخرج بعض الشبان الذين تظاهروا أمام مبنى المستشارية يحملون أعلام فلسطين ولكن كافة الأحزاب النمساوية والسياسيين بكافة أشكالهم نددوا ورفضوا هذا التصرف ووصفوه بأنه يحرد على العنف أو يمجد للعنف كما قالوا نعم سيد أحمد نحن منذ قليل كنا متواجدون في أمام المستشارية النمساوية في حضور مؤتمر تضامنا مع إسرائيل في الوقت الذي تم فيه منع هذه التظاهرة المؤيدة لفلسطين كيف ترى هذا الموقف؟ يعني كما بدأنا بصينا بالحديث يوجد على ما يبدو تضامن واسع وكامل من النمسا من النمسا بكل مؤسساتها السياسية والسيادية التي تقول أننا نحن نقف مع إسرائيل النمسا في الأمس قطعت المعونات التعاونية مع السلطة الفلسطينية ولكن الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال قال لا المساعدات التعاونية أو المشاريع المائية في فلسطين ستستمر ولكن على ما يبدو أننا نحن مقبلون على مرحلة لربما سيكون فيها العديد من التجاذبات يعني أنا أتفق معك اليوم أو تتفقين معي اليوم لربما أن هذه المظاهرة ستتهم بعشرات الاتهامات بعشرات الاتهامات التي سيتم ترويجها بشدة الأشكال أنهم معادين للسامية أنهم معادين لإسرائيل أنهم يريدون فناء إسرائيل أنهم يمجدون حماس يعني هذا ما تصفه به الصحافة النمساوية يعني يا أستاذ أحمد الكثير لربما يتساءل أنه يوجد من خلال المؤتمر الذي رأيناه منذ قليل أنه تم التنديد ببعض الفيديوهات التي تم نشرها من قبل حماس للمصابين أو ضحايا الإسرائيليين لماذا لم يتم التحدث بالمقابل عن الفيديوهات التي تنشر أيضا للضحايا الفلسطينيين يعني سؤالك دقيق جدا بوسينا ويدل على أن نرى يوجد نوع من ازدواجية المعايير نحن طبعا لا نؤيد القتل ولا الدمار ولا الهجوم من أي أحد على أي أحد بأي شكل من الأشكال ولكن كما تفضلت أن الإعلام النمساوي إضافة للإعلام الأوروبي العالمي بشكل أو بآخر يقوم بتسليط الضوء فقط على هذه النقاط التي تفضلت فيها ويتغاضى ويتعامى عن الأطفال الذين يقتلون اليوم في غزة النساء الذين فعليا تحت الدمار والقصف يوجد العشرات لو ربما المئات يعني آخر العصيات تقول أنه يوجد أكثر من ألف قتيل في غزة خلال هذه الأربعة والخمس أيام الماضية يعني أستاذ أحمد نهاية كيف ترى الفترة المقبلة؟ الفترة المقبلة ضبابية جدا بوسينا ولا أحد يستطيع التنبؤ بما سينتج عن هذه المرحلة إسرائيل تقول أنها استدعت ما يصل إلى أكثر من 300 ألف جندي احتياطي أكبر الحاملات الطائرات الأمريكية موجودة اليوم في البحر المتوسط تحاول أن تنقل رسالة أخرى أنه يوجد مخطط ما لربما في غزة لإنهاء ما يسمى بالمقاومة بتشكيلاتها حماس الكتائب القسام جميع التشكيلات الموجودة فعلى ما يبدو أن الأيام بعد سقوط أكثر أو ما يصل إلى 1200 قتيل إسرائيلي في نفس الوقت العديد منهم أيضا يحملون جنسيات أوروبية وعالمية أخرى خاصة في النمسا كما شاهدنا اليوم في الأخبار يوجد ثلاث أشخاص كانوا مفقودين يحملون الجنسية المزدوجية الإسرائيلية والنمساوية وقد قتل أحد الأسف النمساويين يحملون الجنسية الإسرائيلية المزدوجة اليوم كما أعلنت وزارة الخارجية فالمشهد الضبابي بوسينا صراحة ولا أحد يستطيع التنبؤ لأنه يوجد العديد من اللاعبين في المنطقة الذين لديهم العديد من الأجدات هناك